السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو نزولا عند طلابكم خصوصا بخصوص حلقة إضافة قطعة البلوتوت للسيارة فالأغلبية فيكم نجح بربط الموضيل الخاص بالبلوتوت مع السيارة ولكن لم يشغل لماذا؟ لأنه بكل بساطة لم تقوم بتفعيل البور الخاص بالأوكزيليار يعني أكزيليار بور سأكتبون لكم هنا ستجدون الكتابة وسنقوم بشرح ذلك لماذا لم أشرح ذلك؟ لأنني قلت لكم في الفيديو أنه أنا دائما أشغل الموسيقى بالكايبل فماذا يعني هذا؟ يعني أنه أن البور مفاعل عندي لكن لا بأس سأقول لكم كيف تقوم بتفعيله؟ ستدخل إلى برنامج جاك بوكس أو البرنامج الخاص بسيارتك على حسب؟ إذن بالنسبة لطريقة ربط السيارة وتثبيت البرنامج وكل هذه الأمور شرحتها ستجدونها في الديسكريبشن لكي تستطيعوا المتابعة معي ويمكنكم أخذ الأداة من عند تقنية وقيم بالأمر بنفسكم دون الذهاب إلى مختص فالأمر سهل سندخل بطبيعة الحال إلى بوجوه الأمور شرحتها ستجدونها في الديسكريبشن المهم الغرض هو تفعيل منفذ الأوكزيليار سندخل إلى السيارة الخاصة بنا نقوم بتأكيد على رقم سيري للسيارة ندخل على ديك بوكس ثم بعد ذلك تقوم بالدخول بنفس الرمز الذي أدخل إليه كانت اللغة مختلفة ثم سنتركه ليقوم بالتست جلوبال إلى أن ينتهي إلى مئة في المئة إذن لقد انتهى بنسبة لنا بطبيعة الحال فالبور أكزيليار خاص بقارئ الموسيقى وهذا يسمى الأوتو غاديو ستدخل إلى الأوتو غاديو هكذا ثم تضغط على فاليدي ثم بعد ذلك تلكوضاج أو بروغراميشن على حسب اللغة ثم كذلك تلكوضاج مرة أخرى بعد ذلك تلكوضاج مانيويل ثم ثم configuration auto radio إذن ما يهمنا نحن هو auxiliar يعني aux يعني جميع اللغات يكتب ب aux كاختصار إذن لدي يعني يوجد اثنان بالنسبة لي فقط واحد هو الذي يعني فعلت سأفعل الثاني وأنتم فعلوا الاثنين معين ضروري أن تفعلوا الاثنين معاً كي لا يعني كي لا تقوموا بخلط يعني تقوموا بتفعيل الأول وتقوموا بالتركيب في الثاني إذن قم بتفعيل الاثنين معاً تقوم بالضغط عليه ثم فاليدي ثم فاليدي مرة أخرى ثم تختار classic ثم تقوم بحفظ التعديلات من هنا ثم فاليدي جيد هذا كل ما في الأمر أنت الآن قمت بتفعيل خاصية الاوكزيليار ويمكنك الآن تركيب إما الاوكزيليار يعني بالكيبل أو بالبلوتوت وتعمل معك الطريقة بدون مشكلة لا تلتقي في فيديو آخر السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة